صباح الخير عليكم ان شاء الله تكونوا كامل صبحتوا بخير وبصحة جيدة كل عادة اول حاجة نصلوا ونسلموا كامل على نبينا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وجيتكم اليوم وجبت لكم هاد القاتو هدايا اللي هو ديليس الجوز ونوازت وتقدروا تقولوا عليه ثاني ان قاتو مويلو بنوازت والجوز يجي بزف بنين بزف هايل وبزف ساهل شوفوا هنا احبيت نقسم لكم بس شوفوا كيفاش عامل يعني في بداية الفيديو ونقول لكم خليكم معايا وتابعوا معايا الفيديو للاخر بش تكتشفوا كامل الوصفة والمقادير ونبدأ وبسم الله عندي هنا يا مية وخمسين قرام بتاع مارغارين طرية عندي مية قرام تاع فانينا عندي مية قرام تاع جوز وبندق مرحيين عندي خمسين قرام تاع حليب بودرة خمسين قرام تاع شكر غلاس خمسين قرام تاع عسل اي عسل المتواجد عندكم عندي من المغرف كبيرة شوكولات تختيني حبابت عندي عطر البندق عندي شوية لفاني وعندي نصف ملعقة صغيرة تخميرت الحلويات وقليصات على الملح دوكن نخلي لكم كامل المقادير بالتبصيل في صندوق الوصف هنا نروح ندير قرصة ملح هادك السكر غلاس والزبدة ندير العسل وندير لفاني والحبة تاع البيت وندير عطر قطلكم عطر الجوز ولا تقدروا ديروا عطر البندق رايح يزيد لها بالنهيلة هاد الوصفة هادية هنا يتحبوا تخدموا بالباطر ولا تخدموا بالبيتخان كيف كيف يعني نفس النتيجة هذا ما كان وش ندير في اللول ندرب هكذا يا ملح الزبدة مع هادوك المكونات بالباطر اني دير على العوت فيتس واحد الخمس دقايق فقط قسمة يتخلطوا ملح وتولي لخفيفة هادك الزبدة هادك مانيش رايحا نطلع هنا يلا باغاي تاعي فوالا هتتولي بهاد القوام اقل من خمس دقائق انطفي دوكاتي كلباتور تاعي وندير حليب البودرة وشوكولاتا تختيني وندير هادك النوازات والجوز اللي مرحيين ما ما رققتهمش بزاف وندير اه الخميرة اللي هي نصف من العقة صغيرة والفارينا ونخلط هنا يا اه لا فيتس موين ولا ولا لا فيتس تكون قليلة مش ما تطرش ليش هادك الفارينا هادك ونخلط هكذا يا ملح 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 هادوك المكونات مع بعض هاد لا باغاي قاتو بزاف 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 بنينة مدابية تجربوا هاد لو قاتو هادا يا في الاخير ضفت زوج مغارف كبار تحليب برك بش يعطيني قوام هكذا يا شوية خفيف هادا وش فيه بزاف بزاف سهل صح فيه شوية مكونات بصح بزاف سهل ونبدلو شوية نخطو شوية مليسة بليتو يعني تقدروا تديروه في المناسبة تعكم كي موجهي المولد النبوي الشاريف ولا ليجيهم ليجيوهم ضياف ليجيبوهم المهيبات يتسربا مع القهوة معالاتا يعني كي ما حبيتو لا باغاي تاعي هنا يرا هي وجدة انجيب دوكاتيك هاد ليم ولا تحبو تستعملو تاع السيليكون ولا تستعملو اه تاع الحديد اه ليمول تاع التربوش هادو ما ليكونو شوية عالين ولا ديرو ليمول اه لي متوجدين لي متوفرين عفوان عندكم وشنو ما يكونوش بزاف عرض ويكونو شوية عالين اه نجيب دوك على بوش ادوي اه درتها صندوي ولا تقدرو تستعملو هادوك ليبوش تاع تخانس باغان هادوك جي طاب تاني بزاف هيلين يعاونوا بزاف الخدمة ونعملهم بهات طريقة هادية نخلي اه نصف سنتيمتر ما نعملو هاش كامل حتى الفوقة بس كوي رايحة زيت تتنفخ فوالا نكملهم كامل اه هنا يا عفوان لي مولدهنتهم ش قليل فقط بالزبدة هكدا غير بصبعي رشيتهم بالفارينة ونفطهم ندخلهم يا طيب وفي فورن سخون على مستين درجة مدة من خمسة وعشرين الى ثلاثين دقيقة حتى تشوفهم حمارو هكدا يا فليكوتي ونجي دوكاتيك نحيهم نخليهم كيم على هم بس كولو كانت ما تقدروش ديمولي وهم دوكا امبوسيب بس كي سيبا زنجاتو سابلي هادا يا يتكسرلكم لازم يبردو تماما خليوهم ساعة ولا كتر حتى تتأكدوا باللي بردو وفوالا بعد ما بردولي شوفوا كيفاش يتنحاو فاسيلمو غير تخرجوهم يتنحاو معاكم ماملو كانت قلبهم رايحين يخرجوا بكل سهولة درتهم هنا في سنيواء وجبت هنا مية وخمسين قرام شوكولات بالحالب دوبتها في حمام مائي وضفت لها زوج مغارف كبار تاع الزيت زيت ناباتي ونخلطها هكدا مليح 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 بتا يدخل فيها هاداك الزيت هاداك الزيت بشتولي لي خفيفة وكين غلاسي هاداك لوقات وتاعي اني حبا الغلاسات تاع شوكولات يكون شفاف وماتي بسليش من بعد الشوكولات نخليها دو كوتي تبرد لي شوية تدفى مانيش حبا نقلاسي بها وهي بزاف سخونة وفي نفس الوقت نروح نديلهم التزيين عندي هنا شوية جوز قسمة الحبة على 4 وعندي شوية نوازات اقسمت الحبة على زوج هنا هي شوكولاتات اختينية تحبو المغرفة بلا بوس ديرو الشوية بركا أسفة نخرج سبزا في الخوانب ونلسق فيها هادوك المكسرات هادوك بزف بزف بنين هادلوقات وهذا يا ماذا بي تجربوه وتخليوا لي اه تعليقاتكم وتطبيقاتكم اني نخلي لكم دايما اه رواب التوعي في صندوق الوصف قولك فيسبوك والانستغرام ماذا بي تشتركوا فيهم ولي اول مرة تشوف قناتي نقلها فضلا وليس امرا اه دير ابوني هكذا بشي لحقوها دايما لفيديو جديد داعي وما تنساش الدق على الجارس هاي ليك الطريقة والفيديو راه هو واضح شوفوا كيف شرانين شبح فيهم تقدرو ديرو كوكاو تقدرو تستعملوا الكوكاو في هادو الوصفة وشنو الكوكاو ما ديروش بالقشور يعني شريوه مقشر وحمصوا هكذا تحميسة خفيفة فاقت قبل ما تخدموا به ديرو فلوك اسواعي لا درتو فلوكاتو ولا درتوها للتزيين دوكاتيو كنبدا نقلاسي فيهم هنا من الاحسن لو كنتخليوهم يبردوا شوية برك في التلاجة بش تشد روح هاديك شوكولات تغتيني ونقلاسيهم بها بطريقة يعني انقلاسي غير هادك لو شابولي من الفوق علش غلاسيتهم بش يعني شوكولات هادية تشد لي الشوكولاتات اختيني بش ما تسليش من بعد هنا يا انسينا حتى تحبس هذيك القطرة هذيك بش ما هي ما تحبطش هذيك لاغو تعلقاتو كي تحبس كامل هذيك القطرة نحيهم ونحطهم في سنيوه ولو لا ساحت لكم مسحوها غير بسبعكم هاده ما كان كملوه غلاسيوهم كامل هكذا يا بنفس الطريقة بصح لو كانت تبردوهم قبل ما تغلاسيوهم ما رايحة تسهلكم بزاف العملية ما تجوا تكملوهم يكونوا هادوك اللولانيين نشفوا معاكم بالخوف ينشفوا والا هاملك بعد ما كملتهم كامل شوفوا كيفاش يجي القلاسة اشتحهم هذيك اللي حبت قسمتلي حبيتش من نحيها دوكاتيك عندي شوية ناكخي دوغي حبيتني نعطيهم هكذا غير شوية بركمسحة خفيفة بالبنسو وتعلقاتو طبعا من الفوق هكذا ما كان بش يعطيني هذيك اللي معها هذيك اختيارية هنا تلزين اختياري تحبوا تخليوهم كي ما لهم خليوهم ودرت لهم شوية لعفاي دوغ هذيك ولي تحب تدير ورد الفشوش يجيب الزف شباب تانيتك وشنو هنا يا ورد الفشوش يعني غيرت قلاسي وهم قبل ما ينشفوا قديرش قول حبها هذيك بش ما تكسلكمش هذيك الشوكولة ودرتهم في الكيسات نيميرو ويت ودرت لهم هذيك اللغونزا وفوالا خيرت ندي لهم اللغونزا في البلان باش يبانوا وهذا هو الشكل النهائي تحهم يعني درت لكم من طريقة التقديم يجوا بزاف شابين بزاف هيلين بخيزون طابل ومبدلوا شوية يعني هذي الوصفة مراهيش جديدة داروها ديجا في اليوتيوب شفتها بليز يخفوا وحبيت انا نشاركها معاكم ونعطيها اللمسة ديالي هنح نقسم لكم حبيبا كي العادة نوري لكم القلب ديالها كيفاش عامل تمسوها تتفتت هاد الحبات عالقاتو شوفوش حال القلاصاج هادك الرقيق تاع الشوكولا كي خففتو شوية هايلك الشوكولا تختيني يعني كوش مليحة وشوفو المويلو هادك كيفاش يجي يجي هايلي الحقنا الى نهاية الفيديو يعني يا غير نقولكم تبقوا على خير ونتلاقوا في بصفة جديدة وفيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة